اللواء 35 مدرع من الوهلة الأولى أعلن تأييده للشرعية ووقوفه إلى قانب الشعب إلى قانب السلطة الشرعية في تعز عندما أتت الميليشية الإنقلابية إلى معسكراتنا وإلى مدينتنا تعز لتنهب كما مارست في الماطق الأخرى لحنا رفضنا هذا الشيء وتعينت قائد اللواء من أول يوم وصل الحوثيين تعز غاب كما تتمنى الأساطير لم ينتصر ليموت ولم ينكسر ليعيش لكنه ربما لم يجد قراءة اللحظة الأخيرة لا يزال اليمنيون يتذكرون جيدا عشية الخامسة من إبريل 2015 حين أطلقت قذيفة دبابة تابعة للواء 35 مدرع على تجمعات ميليشيا الحوثي وبأمر من قائد اللواء عدنان الحمادي إذانا بانطلاق معركة الكفاح المسلح ضد ميليشيا الحوثي بتاعز في تلك اللحظة التي انكسر فيها الجميع وسقطت كل القوات العسكرية تحت هيمنة الجغرافيا خاض الحمادي معركة مصيرية هو ورفاقه ومن وقف إلى جانبه من أبطال الجيش الوطني والمقاومة كتيبة عسكرية لا يزيد عدد أفرادها عن 600 فرد بين الضباط وجنود ظلت صامدة في مقر اللواء 35 مدرع في أطراف مدينة تعز تحولت تلك الكتيبة إلى جيش مقاتل واتسع نطاقها وعدد أفرادها وأفشلت كل ترتيبات ميليشيا الحوثي وقوات صالح لإسقاط تعز لكن العميد رحل قبل أن تتحرر تعز كليا يا له من رحيل دام ويا لها من خسارة يتلقاها الجيش الوطني وتتلقاها تعز صدمة يعيشها اليمنيون برحيل أحد أبرز قادة النضال الوطني الذي توفي إثر إصابته خلال تعرضه لمحاولة اغتيال في الحجرية بتعز عدنان الحمادي أول الأسوار التي تعثرت عندها ميليشيا الحوثي فقد كان عسكريا من الطراز الرفيع حيث تدرج في المناصب العسكرية في اللواء الخامس والثلاثين مدرع حتى أصبح قائدا لللواء بقرار الرئيس عبدو ربو منصور هادي وعضو المجلس العسكري لمحافظة تعز إننا أرى هذه الوقوها الطيبة التي نظرت نفسها ليس للجندية فقط من أجل الراتب ولكن من أجل التضحية ومن أجل التحرير ومن أجل الكرامة إن كرامتنا فوق كل شيء أمتلك الرجل عددا من الشهادات العسكرية آخرها درجة الماجستير في العلوم العسكرية في العام 2007 ينتمي الحمادي لفوار الحادي عشر من فبراير وقبل هذا ينتمي لوطن جريح ومحاصر من الجميع